محيط محافظة إدلب تحت القصف فبينما ترتفع أعمدة الدخان فوق قرية كفرعين في الضحية الجنوبية لإدلب تنهمك عناصر من مجموعة الخوذ البيضاء للدفاع المدني في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض استهدفت كل من أطراف بلدة لهبيط وكفرعين وتلعاس انتشال أربع جثث من تحت الأنقاض ولا زال العمل مستمر للبحث عن المفهودين تقع محافظة إدلب في شمال البلاد بالقرب من الحدود التركية وهي آخر معقل للفصائل السورية المعارضة وفيما المحافظة باتت هدفا للنيران مدفعية الجيش السوري وقصف سلاح الجو الروسي يتخوف المدنيون من هجوم عسكري وشيك من قبل النظام وحالفه الروسي يوم الجمعة تظهر عدة مئات من السوريين في شوارع إدلب ملوحين بأعلام الثورة السورية وداعين أنقرة لمنع مثل هكذا هجوم نحن هنا في المناطق المحررة ثلاث ملايين مدني من حقنا أن نعيش بحرية من حقنا نعيش بأمان ننعم بحياة كما عيشي فيها بقية الدول نحن اليوم جايين نأكد كلياتنا أن نرفض نرجع تحت عهد بشار رح تظل إدلب عصية على الروس وعلى بشار الأسد وحلفاء ما يقارب ثلاثة ملايين شخص يعيشون في المنطقة التي تأوي أيضا مئات الألاف من النازحين الذين فروا من القتال ويستعد المدنيون والطواقم الطبية للأسوأ في وقت تحذر نظمات دولية من أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ انضلاع النزاع في سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر